طلابي وطالباتي أصعد الله أوقاتكم مرة أخرى يعني حكينا في المحاضرة السابقة عن التنشأ الاجتماعية وتعريف التنشأ الاجتماعية ومؤسسات التنشأ الاجتماعية والأساليب التي يستخدمها الأباء في عملية التنشأ الاجتماعية وزي ما قلت موضوع التنشأ الاجتماعية موضوع مهم في حياتنا اليومية وحياتنا الخاصة كيف نتعامل مع أولادنا كيف نتعامل مع بناتنا كيف نعلمهم كيف نربيهم بالنصح والإرشاد والوعظ وعدم التفرق بينهم أو عدم التمييز بينهم لأنه التمييز بين الآباء والأبناء أمر سيء وزي ما قلنا كمان أنه الحماية والدلال والإعجاب الزاد هذا برضو أمر سيء في عملية التنشأ الاجتماعية لازم نعطيهم أسلوب اللي هي العصى والجزرة ما أنا برفض الميل إلى العنف مع الأولاد لازم يكون فيه هناك حوار دائما ما بين الأبداء والآباء لأن العنف لا يولد إلا العنف ويؤدي إلى أمور تذبذب شخصية أطفل اليوم نحكي عن التنشأ الاجتماعية في الفكر التربوي الإسلامي طبعا نعرف أنه الإسلام اهتم اهتمام بالغ بالطفولة واعتبرها صانعة المستقبل المنشود للأمة ونجد ذلك في آيات كثيرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات والصالحات وقال أيضا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة صدق الله العظيم تبرز أهمية السن النموية بموضوع الأطفال والطفولة خاصة المتعلق بالتنشأ الاجتماعية منذ اختيار الزوجة الصالحة ومرورا بتسمية الطفل باسم حسن والاهتمام برعايته وأرضاعه والحرص على بناء شخصيته في جوانبها الاجتماعية والنفسية والفكرية والأخلاقي هذا عملية الزواج الزواج بدك تتأهل الشاب ليعرف كيف رب الإبن وكيف يهتم فيه وكيف يرعاه وكيف يعرص على شخصيته وفي أحاديث نموية كثيرة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وتبرز أهمية الاهتمام بالطفل منذ الميلاد فيما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الطفل لأن ذلك يؤثر على نفسيته ويقول إنكم تدعون يوم القيام بأسمائكم وبأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم يعني الواحد يسمي أولاده أسماء جميلة وحسنة كذلك أعطاهم الحنان والحب ووجود توفرهما للطفل فيما روى البخاري أن أبا هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع وابن حابس جالس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم يعني استهجن كيف أنت عندك عشرة وتقبل أنت شو جيبهم يعني أرانب ولا بساس لا لازم تقبل أولادك لازم تحن عليهم لازم تهتم فيهم لازم تعاملهم وهو إلى آخرين لازم أن يكون في هناك عدل بين الأبناء اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم طيب ما هي الصفات الأساسية التي يجب أن تتوافر في المربي اللي هو الأب والأم والمربية والحاضنة والمدرس أول حاجة لازم يكون مخلص وعنده تقوى العلم والتعلم الحلم الحلم معناها رجاحة العقل يعني الحكمة القدرة أو القدوة والنموذج يعني لازم يكون النموذج يعني نموذج قدرة يعني يعني الأب لازم يكون قدوة للأولاد داخل البيت ولازم يكون قدوة للزوجة لازم يكون قدوة في المدرسة القائد المدرس لازم يكون في الجامعة لازم يكون قائد كل قدوة إذا كانت القدوة حسنة إحنا بنمشغراء إذن ما إذا كانت القدوة سيئة يعني مثلا ولد بشوف أبو بدخن بدخن بقولك طب تنجر بالتدخين ما هو تعلم منه التدخين وهكذا إذن الأب لم يكن قدوة حسنة أبناء أمام أبنائي كذلك أن يستشعر بالمسؤولية يعرف مثلا أنه ابني بده الدكتور ابني بده زهجان ابني بده مصاري وهكذا يعني نتعامل مع الأبناء بالعدل والمساواة اتقوا الله وعدلوا بين أولادك هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام بحقوق الأبناء برضو يعني نعطي الأبناء حقوقهم طيب الآن نشوف ما هي المعيقات والعقبات التي تقف في طريقة التنشأ الاجتماعية لاحظوا أول شيء زيادة عدد أفراد الأسرة يعني بدأ جيب لك مثال عندك تكونوا سبع أولاد ولا عندك ثلاث أولاد مين اللي بتقدر تنشئهم أكثر مين اللي بتقدر تتعامل معهم أكثر مين بتقدر تحورهم أكثر مين بتقدر تلبسهم أكثر تنظفهم أكثر تعلمهم أكثر تجوزهم بشكل سهل طبعا التلاثة اختلفوا عن السبعة السبعة ترهق الأب ترهق الأم وذلك هي عقبة أمام التنشأ الاجتماعي يعني الأم لما بدها تدرس ثلث أولاد مع بعض صعب يعني في نفس الوقت لما يكون عندها سبع أولاد بتدرسهم في نفس الوقت صعب أما لكون عندها ولد أو ولدين أو ثلاثة أو أربعة سهل إنها تتناوب عليهم وتدرسهم كذلك من معيقات التنشأ الاجتماعية عشان هيك ننصح إحنا يعني إنه يكون اللي هي الإنجاب يكون فيه وفي طامه وفيه عامين يعني ما يكونش كل سنة ولد كل سنة ولد زي أي شكل يعني مرهق للأم ومرهق للزوج وللعائلة التفكك الأسري الفجوة العلمية والثقافية بين الزوجين يعني لازم الزوجين لمن الزوج يكون في بينهم توافق يعني يكونوا بفهم وبعال يعني مثلا دارس التوجيه هو دارس جامعة ودارس جامعة هو دارس توجيه يعني يكون فيه توافق ما يكون فيه فجوة علمية يكونش أمي وهو أمي أو هي متعلمة ما يخذ ماجستير أو دكتوراه وهو مثلا معاتل تعدادي لا هم حيتغلبوا حتى وإن كانوا محبوا بعض لا لازم يكون فيه الفجوة العلمية تكون والثقافية بين الزوجين مش كبيرة مشاكل السكن يعني إنما تسكن مع العائلة لو كان البيت ضيق بيصير فيه مشاكل داخل البيت زواج الإجبار إنك تجبر الإبن أو البنت تتزوج هذه بنت عمك لازم تخذ إنت ابن عمك لازم تخذ زواج الأقارب برضو الزواج المبكر يعني إنك الزوج الولد هو ما اكتملش نموه الوجداني والانفعالي والعاطفي يعني مثلا عمره 19 سنة قولك جاوزه بعد سنة سنتين ممكن ما يتفقوش يختلفوا وكثير حاليا في المحاكم بالله أعمالية الطلاق كثيرة لأنه فيه زواج مبكر تعدد الزوجات برضو مرهق كمان تخيل الرجل عنده أربع نساء كل مرة لها مطالب ولها أولاد واوى يعني قبائل بتكون فبيكثير فيه بينهم صراع بين الأولاد الزوجة هذه وأولاد الزوجة هذه وأولاد الزوجة الطلاق برضو الطلاق سيء جدا وهو يعني أمر سيء جدا فيه مشكلة كذلك معيقات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة خروج المرة للعمل يعني خروج المرة للعمل منيح ولكن هو بيأثر على وظيفتها داخل البيت مثلا فيه طبخ والكنسة إلا إذا كان الزوج يشاركها في هذا الشيء اشتراك أكثر من أسرة في المنزل الأسرة الممتدة يعني أسرة الممتدة يعني الأب والأم والأخوة والأخوات تكونوا معايشين في بيت واحد فيه بيصير خلافات داخل البيت والأولاد بتكاتل معباد والسلفات بتكاتل وإلى آخرين تصارع القيم بين الأجيال والثقافات يعني الأب والابن بيختلفوا يعني مثلا الآن نحن في جيل التكنولوجيا والأب مثلا بيعرفش في التكنولوجيا فيه اختلاف في المفاهيم وإلى آخرين المشكلات الصحية وسوء التغذية كمان من معاقة التنشا ليه فيش أكل فيش شرب والحماية الزائدة والدلال والعنف والشدة والقسوة كل هذه أساليب تنشأ اجتماعية خاطئة نجي الآن إلى النمو الإنساني دائما يصير في اتجاهات متعددة وحتى ينمو النمو النفسي والاجتماعي فيشترط أن تسبقه جوانب ومراحل النمو أخرى كالنمو الجسمي والجمو الجنسي والنمو العقلي والإدراكي والحركي والحسي وبهذا يكون النمو النفسي الاجتماعي قد وصل لمرحلة النضج يعني زي ما بقوله لا تعلم بدون نضج بمعنى أنه الولد عندما ينطق ويقدر يمسك الجلم ويعرف يكتب بنعلمه لكن جابل هيك بنقدرش نعلم بنقدرش نقول للولد الصغير هو في عمره اتنين سنتين نقول له روح اكتب لا لابد أن يصل إلى مرحلة النضج حتى يصل إلى التعلم الآن مفهوم النمو النفسي والاجتماعي النمو النفسي والاجتماعي هو عبارة عن سلسلة من التغييرات التي تطرأ على المجال الحس الحركة في أصبح من خلالها الإنسان ويستجيب للمتيرات الاجتماعية تبدأ بالتلميح والإشارات مرورا بالابتسام والحركة واللعب وصول المشاركة بناء العلاقات الاجتماعية والتفاعل المبني على القواعد والأداب الاجتماعية والنفسية يعني هذه هي بسموه النمو النفسي والاجتماعي يعني واحد نفس اجتماعي اللي هي مراحل النمو النفسي الاجتماعي لاحظوا أنه كيف الإنسان بمر يعني ما بيكبر فيه يوم وليلة يعني زي بقولك الأب والله أنا تعبت وأنا برب بولادي لأنه لا بد أن يمر فيه مراحل فيه عنا مراحل نمو النفسي الاجتماعي فيه عنا مرحلة الرضاعة اللي هي منذ الميلاد حتى السنتين لاحظوا مثلا في الشهر الأول والثاني استثار فعالية ثم تتميز إلى نوعين من الفعال السرور والغضب تصدر عن ابتسام ابتسام انكاسية اجتماعية وجود أشخاص يعني بدك تتبع الطفل صغير تشوف كيف السلوك البطالي الشهر الثالث للخامس يبتسم ويصدر عنه صوت عنده سماع صوت الأم الشهر السادس يبتسم عنده رؤية وجود الراشدين والأطفال كما يخاف الغربة الطفل يعني في الشهر السادس لو أجأ واحد قريب عليهم بخاف الشهر السابع يميز الكلام المؤذي مثل كلام أسكت لما نقوله ولا يبدي رغبة أكثر في التفاعل مع الأقارب الشهر السابع الشهر الثاني عشر يعني ما يكون أمره سنة تتنوع التعبيرات ويدرك انفعالات الآخرين ويبكي لابتعاد الأهل يعني بيعرف الولد كل ما بعد السنة الأولى تزداد قدراته على اعتماد على الشيء في عاملة الإخراج وهذه المهمة الاستقلال والثقة بالنفس والاعتماد على النفس في الأكل والشرب كما ويبدأ في استخدام اللغة والإشارات والتعبيرات والتقاليد أو التقاليد بالملاحظة مرحلة الطفول المبكرة لاحظوا أنا بهم للمراحل لازم تعرفها مرحلة الطفول المبكرة من ثلاث إلى ست سنوات يعني هي إيش يعني ما قبل المدرسة أي مرحلة الروضة يبدأ الاستقلال الاعتماد عن نفسه جزئيا في الطعام والشراب واللبس والأم تعزز تحقيق التوازن بين حاجة الطفل المساعدة والأمان من ناحية وحاجة الاستقلال من ناحية أخرى مما يؤدي إلى تشجيع دفعية لاستقلال واعتماد على النفس بينما تؤدي معاملة الولادين التغلب عليها الرفض وعدم السماح بالاستقلال وانخفاض الدوافع نحو الاستقلال واعتماد على النفس اللعب في هذه المرحلة طريقة أساسية لاختيار المهارات المكتسبة يعني اللعب مهم جدا عند الطفل في هذه المرحلة يتعلم الطفل أن يحاك الأدوار يقلد يعني يقلد دور الأم ويقلد دور الأب في التفكير والسلوك والمشاعر لاحظوا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الطفولة المتأخرة من 6 إلى 12 اللي هي مرحلة المدرسة هذه يتميز النمو النفسي والاجتماعي في هذه المرحلة أول شيء استقلال والاعتماد على النفس الطفل بيستقل وبيعتمد على نفسه الاقتداء بنموذج والتأثر بالراشدين من خلال تقوين جماعة الأقران بيسير لأصحاب تقوين جماعة الأقران كساب مهارات اجتماعية جديدة في التفاعل مع الأهل والأصدقاء يعني بيسير يعرف اللغة فعل معهم فعل مع أصدقاؤه بيسير له شلة بيطلعوا أصحابه حولين البيت ممكن يبعده يروح يصيده عصافير أو حساسين أو يلعبوا بنانير وما إلى ذلك كلها في مرحلة الطفولة هذه أمتع مرحلة الطفولة لها المتأخرة تحول من الاعتماد على الكبار إلى استقلال الاعتماد يعني الولد بيصير يخرج خلاص من البيت أمه بتنبسوش البنطلون أو أخوه أو كذا لا بيصير يستقله بيعتمد على حاله بيأكل حاله بيشرب حاله وهذا عملية بده عملية التعود في البيت إحنا اللي بنسميها عملية التنشع يعني حكينا عليها قبل بشوية لأنه مهم جدا أنه رب نعلم الولد لما نروح من المدرسة إيش يعمل يحط دفاتره أو كتبه مش يرميها هيك وزدتها في نص الدار وقول وين الأكل لا لازم نعلمه كيف يعتمد على ذات ويستقل كيف يحط أكل لحاله كيف يسخن وخبز كيف يعمل كيف ينظف مكانه وهكذا المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة المراهقة اللي بيسموه المدرسة الثانوية لحتى بداية الجامعة تتميز هذه المرحلة بالتغيرات الجسمية والجنسية والارتقاء العقلي يعني الولد بيكبر جسمه بطول شنباته بيصيله ببينه ارتقاء العقلي بيصيله عضلات ويأخذ النمو النفسي والاجتماع محورا قياسيا في اتجاهات متعددة منها يعني ايش التغيرات اللي بتطرع على المراهقة بصير فيه عنده صراع داخل الحلال والحرام والصح والغلط وبدنا نغير وبدنا نش نغير وبدنا هذا مش عجب انه هذا عجبنا الاغتراب النفسي والاغتراب النفسي معناه انه الانسان يشعر بالغربة داخل مجتمعه يعني اغتراب نفسي معناه الالينيشن بيقول عنه انه الانسان يشعر انه غير متكيف مع هذا المجتمع اللي عايش فيه يعني مش متكيف مع اصحابي مش متكيف عشان هيك لازم انه دائما تبدأ الاسرة تحمي هذا الطفل من مرحلة الاغتراب النفسي الخجل والانتواء كثير من الاطفال يمينوا للخجل وانتواء في مرحلة المراهقة ولازم نعالج هذا الخجل وهذا الانتواء حتى انا بقى انصح الاب اولادهم يظلوا 24 او 10 ساعات او 6 ساعات وراء الكمبيوتر لانهم مش هيتعاملوا مع الناس اللي بره لا مفروض يلعب كورة مع اصحابه مفروض يشموا هوا يروح يصيدوا يلعبوا اي شغلة حتى يقضي على الخجل والانتواء لان هيك بنلاقي انه ولاد التجار اكثر جسارة واكثر قدرة على الحكي من ولاد اللي منطوين اللي بيضلهم داخل بيتهم السلوك الفج اللي هو السلوك العنيف برضو تلاقي الولد دمين ببعض الشباب يعني نقولك عنه دفش يعني يفج سلوكه دفش بمعنى انه بتعامل بدفاشة بتعامل وهذا امر يحتاج الى عملية تنشئة تعلمه يعني بدل ما يكونه خام سكر لازم نعلمه العصبية وحدة المزاج والتمرض يعني بمين المراقل العصبية وحدة المزاج والتمرض على السلطة لا سلطة الاب بحبهاش سلطة الام بحبهاش سلطة المدرسة بحبهاش بحبش اسمع حدا يعني كلام من حدا الا اذا هو كان مغتمع فيه تفكير الصوري والنظرة المثالية واتبت ذلك يعني بيصير يفكر في المثل والخيالات كيف بدي يسير وكيف بدي يعمل وكيف بدي يعني هيك سهل انه الانقاد كيف بدي يصير بطال كيف بدي يحقق احلامه يعني بس الافراط فيها بيؤدي الى مرض نفسي التوافق الشخصي الاجتماع وبناء علاقات اجتماعية هذه المرحلة يعني فيها التوافق الشخصي الاجتماعي التوافق يعني ان يكون راضي عن نفسه وعن المحيط الانسان اللي دائما راضي عن نفسه بيعرف يكون يتعامل مع الاخرين كذلك ان يبني علاقات اجتماعية مع الاخرين هيك بنكون احنا خلصنا هذه المحاضرة الثانية في من موضوع التنشأة الاجتماعية لاحظوا هذا الموضوع مهمة وان شاء الله هي اللي راح تيجي في الامتحان ان لخدناه جديد هو راح يجي في الامتحان تمنى لكم التوفيق والنجاح والفائدة وشكرا وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر